قبل ما نروح للفاصل يلا بينا بالسرعة يلا الأهلي مفهودي أيد اللعبة دي كلها في قائمة كأس العالم الأندية أخير موعد بصها كريم الاهلي لم يتلقى أي مخاطبات رسمية فيما يخص الديدلاين أو المعاية النهائية الورقة اللي كانت نتيجة الروك شوف بتاع البطولة بعت فيها أنه في قائمة مبدئية وفي قائمة نهائية ما تحط لهاش معاية النهائية وتقلل الأهلي ده الديدلاين سألنا إخواتنا في اللجنة المنظمة المغربة عن كأس العالم الأندية قالونا أنه يوم 13 مش 9 يوم 13 هذي القائمة انطلع الورقة اللي أثرت لغة كتير جدا الأم اللي فاتت كل حد بيحاول يجتهد لقاحة الورقة وإحنا بنحترم طبعا الاجتهاد لكن في النهاية بنحتكم للائحة ما هي اللائحة بتاع الكأس العالم الأندية لما تتعرض معنا دي اللائحة بتاع الكأس العالم الأندية بتقول إيه بتقول أنه في قائمتين قائمة مبدئية لها ديدلاين لها معاد نهائي قائمة مبدئية اللي هي هنا بيقول يعني إيه يعني اللاعيبة اللاعيبة اللي الأهلة يختارها 23 اللاعيب اللي هلعبوا مع كأس العالم الأندية لازم يكونوا متخدين من 35 لعيب اللي انت هتحطهم في القائمة 9, 13, 15 مش دي القضية القضية ان اللاعيبة اللي هتتحط في القائمة المبدئية 35 ماينفعش بقى تحط 30 وترجع تضيف 5 بعد كده مافيش الكلام ده انت هتحط 35 لعيب دول المواعد اخر مواعد امتا؟ المعادل اللي جاننا من المغرب هو مواعد غير رسمي لا بيرسل النادي الأهلي هو يوم 13 والمواعد الأخير قبل المبراب 48 ساعة قبل أول مبراب 48 ساعة الأهلي عليه انه يسجل 23 لعب في المواعد الأخير الأولاني 35 لعيب 23 لازم يكونوا من 35 الأولانيين مش لعيبة يمكن اضافتهم النادي الأهلي أمامه خمس أيام لحسن طلباته الإجبارية السؤال بسيط مش عارف عنها إجابة فيه ولا هل ممكن النادي الأهلي يحط في قائمة 35 دي أسماء مرشحة انه يضمها؟ لا طبعا لازم اللاعيب يكون بطاقة الدولية موجودة ومسجل على اسم النادي مش هينفع آه لازم طبعا طيب كده حتى لو الأهلي يضم بعد كده لاعب الأهلي مع الحدي يوم 13 اليوم 13 لحد يمجه مع الجاية يقدر يجيب اتنين لعيبة وارد جداً لأهلي يخلص صفقتين خلال التلات تيام اللي جاي عظيم